فري من يومه والحظ ما يزال يضحك لترمب وتضاعفت ثروته في ليلة وضحاها وقفزت إلى ستة مليارات ونصف مليار دولار لا يعطي ترمب فرحته لأحد لتلقيه نبأين سرين بيوم واحد وربما ثلاثة الأول تخفيض محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليون أما الثاني وربما الأقرب لقلبه استمرار المكاسب على سهم ديجيتال وورلد الذي اندمج مع شركته ترمب ميديا أند تكنولوجيز وحقق على إثرها كل تلك الأرباح فهذه القائمة التي ترونها لأغنى 500 شخص في العالم وفق بلومبيرغ سيدخلها ترمب بعد هذا النبأ بل تغمره السعادة لكن من يجري الآن في أمريكا يجب أن فرحة ترمب لن تكتمل سوى بانتصاره على غريمه بايدن وحينها إن حاز على اللقبين معا سيكون الرئيس الوحيد بين أثراء أثرياء العالم إسراء الصغير العربية ترجمة نانسي قنقر